أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصفى مدبولي على الأهمية الكبيرة للمتابعة الدقيقة لمراحل تنفيذ كل مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومتابعة نسب التنفيذ بصفة دورية بما يسهم في تذيل العقبات لسرعة توفير الحياة الكريمة للمواطنين في الريف جاء ذلك خلال ترأس مدبولي اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبحضور الفريق محمد فريد حجازي مستشار الرئيس لمبادرة حياة كريمة وعدد أيضا من الوزراء ومسؤول الوزرات والجهات المعنية هذا وقد أكد مجلس الوزراء أن العمل على تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية يسير بخطة تستهدف الإسراع في معدلات التنفيذ للانتهاء من جميع الأعمال في التوقيتات المحددة وبأعلى جودة مطلوبة في ضوء الهدف الرئيسي الذي تسعى المبادرة لتحقيقه وهو نقل نوعية في مستوى حياة المواطنين ترجمة نانسي قنقر